أيضا أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تكلفة تأمين المباني السكنية ستكون 1.5% من تكلفة إنشاء المباني وبأن عدد المكاتب المرخص لها بتقديم النماذج الإنشائية الجديدة يصل لنحو 800 مكتب هندسي والعمل جار على زيادة المكاتب الهندسية والمقاولين أيضا لتفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع المناطق والذي تم تحديد مطلع يوليو المقبل موعدا لتطبيقه يهدف الكود لوضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق متانة واستقرار وثبات المباني والمشاة معنا من الرياض عبر زوم أيضا لبين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندسة عدد الشعيل وندس سعد حيكلا معي في نشرة الرابعة يعني بعد أسبوعين التطبيق أولا ليش واحد ونص في المئة بالذات هذا الرقم عليكم السلام ورحمة الله سعد الله مساءكم بالخير أنا سعد بالطلوع على العربية وحياك الله بخصوص سؤالك ليش واحد ونص أول شيء التصريح لواحد ونص كانت تصريح يعني رقم تقريبي على أساس يقربه للناس ولكن الرقم الحقيقي حيكون يعني مع بوليصات التأمين ولكن لن يعني لن يكون بعيدا عن هذا يعني كم يعني بيزيد يعني والله أنا لا يوجد عندي رقم محدد أقدر أصرح فيه لكن موجود في يعني بوليصات التأمين تختلف من مبنى إلى مبنى حسب التصميم وحسب إشغال المبنى نفسه يعني طيب هو الآن بيكون شامل أو هو فقط بيكون للمشاريع ولا حتى للأفراد يعني أي شخص بيبني لازم بيكون له كود أو تأمين أو غيره بخصوص البوليصة التأمين التي يعني نص عليها الكود أنها تبدأ مع بداية شهادة الإشغال تعرف لما ينتهي التنفيذ حق المشروع يخرج معه شهادة إشغال السماح لهذا المبنى بالإشغال مع تاريخ هذا الإشغال تصدر بوليصة التأمين ومدتها عشر سنوات حسب النظام والصدور الشهادة يشمل العناصر الإنشائية الرئيسية التي ممكن يكون فيها عيوب خفية وفي نموذج البوليصة التأمين هذه وضحت ما هي العيوب الخفية والنظام وضح ما هو العيوب الخفية إيه بس أنا الآن لما يكون عندي مشروع في لها الكود هذا بيكون لما يكون عندي مشروع أم لا أنا لما أعمل أعمل في اللخاص الآن تقدر الآن شركات التأمين مفتوحة المواطن وأي مالك عقار لها الحرية أنها يقدر يؤمن بدون إلزام ولكن في واحد سبعة سيكون في إلزام عند إصدار الرخصة يعني ما راح أبني اللي يكون عندي رخصة أو كود البناء هذا رخصة الكود والتأمين اللي يكون من ضمنه التأمين منذ شروطه التأمين نعم حسب النظام لا يمكن أحد يبدأ بناء بدون رخصة البناء التي تصدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع صدور هذه الرخصة في إجراءات من ضمن الإجراءات هذه استخراج بوليصة التأمين وآليتها أنه يدفع قيمة مبسطة للتأمين وفي نهاية البناء يدفع المتبقي القصد الآخر من المتبقي وتصدر بوليصة التأمين بتاريخ إشغال المبنى وش بيغطي هذا التأمين الواحد ونص أو الزيادة البوليصة التأمين تغطي حسب النظام اللي هي العيوب الخفية في المبنى تعرف أثناء صدور شهادة الإشغال يتم التفتيش والكشف على المبنى بشكل عام كشف ظاهري وكشف للأجهزة الموجودة وكشف على الوثائق الموجودة في المبنى ولكن تبقى هناك حسب عمليات البناء عيوب لا تظهر خلال السنة الأولى وهي العيوب الحقيقية التي تنتج عن هبوط في الأرض هبوط في البلاط هبوط في الأسقف تشرخ في الجسم الرئيسي للهيكل الإنشائي حق المبنى وهذه هي التي تغطيها هذه البوليصة التي اسمها اي دي اي اللي هي بوليصة العيوب هذا حيمنع أو إلى أي مدى ممكن يحد من مسألة التلاعب أو يكون أيضا مدعال التلاعب من قبل شركات تأمين من قبل مهندسين من قبل مقاولين وشركات وساطة أخرى في هذه العمال أعمال التأمين نعم الحقيقة ممارسة بوليصات التأمين ممارسة دولية وممارسة حتى محلية لذلك سينطبق عليها أنظمة البوليصات التأمين السارية الآن في المملكة العربية السعودية سينطبق عليها نفس الانطباق لذلك لن يكون هناك تلاعب لأن الشركات التأمين مراقبة ورقابة دقيقة من البنك المركزي السعودي والذي يحدد أنظمتها الشيء الثاني كيف يحد من الغش في البوليصات التأمين كيف تحد في الغش في المباني أنت تعرف شركات التأمين لما يكون المؤمن المقاول بالمناسبة الذي يؤمن المقاول على المبنى وليس المواطن حسب النظام لما يؤمن المقاول على مبنى ومن بعدها يكون فيه مشاكل تعرف شركة التأمين تعوض لما يأمن هذا المقاول الذي أحدث عيوب خفية في أحد المباني سيرتفع عليها التأمين لذلك هذا مدعاة لتصفية السوق من الممارسين الخاطئين الذي يمارسون في قطاع البناء والتشويد بسلوب خاطئ وهذا سيضع الغشاشين أو بالأحرى الذين لا يعلمون كيف الممارسة الحقيقية حسب الكود خارج نطاق التطبيق وفي أسئلة كثيرة بس يمكن أن أكتفي بسؤال من الشقين الآن سيكون الشرط أن يكون في مكتب هندسي والناس تشك في هذه الحالة أنه لا يوجد مكاتب هندسية كفاية مهندس سعد وأن التطبيق سيكون بعد أسبوعين المدة كذلك قصيرة والأمر الآخر هو السؤال إن كان ذلك سيكون له أثر على تخفيض أو رفع تكلفة البناء بعد ذلك الحقيقة السؤال هذا بالنسبة للمكاتب الهندسية خارج نطاق اللجنة الوطنية الكود البناء السعودي ولكن يندرج تحت شركاء لللجنة الوطنية الكود البناء السعودي اللي هو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إدارة خدمات المدن لتصنيف المكاتب وعملت جاهدة على تصنيف المكاتب بأسلوب مهني حقيقي الآن مسجل تقريبا 850 أعداد المكاتب الموجودة في السعودية تقريبا حدود 2400 الباب مفتوح لهم للتسجيل سيتم التسجيعهم للتسجيل تسجيل عملية بسيطة جدا في منصة بلد تعتقد أو تتوقع أنه يكون لها أثر على رفع أو خفض تكلفة البناء أي أنظمها جديدة تفرض أكيد بيصير فيها ترندنج للأعلى شوي ثم بعدين يكون فيه استواء للسوق وهذه ممارسة تجارية موجودة في الأسواق يعني طبيعية جدا لكن سيحد منها إن شاء الله بإذن الله يعني بإجراءات الإعلام وبإجراءات التتقيف وبإجراءات الحد من الممارسات الخاطئة إن شاء الله في قطاع الهندسي القطاع الهندسي في المملكة العربية السعودية الآن يعيش مرحلة نمو جيد وإن شاء الله بإذن الله يغطي هذه المواضيع أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإفادة وعلى تواجدك معنا لمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي المهندس سعد الشعيل من الرياض